أنا بحط العياب في نفس المواقف دي بحطه إنه هو في الطريقة الطبيعية جسمه هيتعامل إزاي طيب أما ياخد أدوية جسمه هيتعامل إزاي مع الأدوية السكر بتاوية هيتضبط إزاي أما هو مع الوجبة واختلاف الوجبات هيعامل إزاي ومن هنا نحدد وقته خروج الإنسولين وكميته يعني كيفا وكملا وفي نفس الوقت ديناميكية خروج الإنسولين ممكن يخرج يعني ممكن الكمية بتاعت سيادتك وبتاعتي أربعين وخمسين 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 في اليوم مريضة السكر بيطلع من عنده أربعين وخمسين على فك زينا وأحيانا يزيد عنده سكر ليه حاجة من اثنين يا إما أوقات خروج الإنسولين من البنكرياز غير مواتية مع الوجبات أو إن الجسم لا يتفاعل مع كميات الإنسولين اللي بتخرج الطبيعية دي ومش بيتعرف عليها ودي تكلمنا في الحلقة اللي فات يعني الجسم لا يتعرف عليها ودي بنسميها الإنسولين أو مناعة الإنسولين مش مباشر الإنسولين اللي عنده مناعة السيدات اللي ما بيحملوش أو ما بيطعندمش طبويد أو كلام ده ممكن يكون المبايض عندها مناعة يعني من ضمن الأسباب لأن اتضح إن الهرمون ده مش مش هرمون كده ماشي في الشارع ده في الآخر بيروح يتعرف علي أماكن له حساسات زي ما حضرتك بيكون المشهد دي وقت النور ينور وقالين بعد ما تريبش النور يطفل مش ده حساس حس بوجود حضرتك ما هو كنفس الحكاية الإنسولين موجود لكن الحساس محسوش فما نورش يبقى كأنه ما فيش إنسولين موجود يبقى الحساس بعض وفعلا هو الحساسات بتوقع بايزة اللي بنسمع ريسيبتورس اللي هي القابلات بتاعت الإنسولين فمن هنا ده كله بيتحسب طب أما يتحسب ده كله هنقدر أن أشخص السكر ببكر آه طبعا ممكن أن أشخصه قبلها بتلات أربع سنين وأنا لو أشخصه قبلها بتلات أربع سنين ربنا لا ألجأ إلى إنسولينية ولا لا ألجأ إلى أدوية في الأساس لأن هنا هيكون عندي عوامل طبط المنظومة اللي لسه جديدة في الانهيار سهل بينما لو استفحل هذا الانهيار هيبقى صعب يعني مثلا لو إحنا جاينا نتكلم على يعني مثلا لو إحنا عندنا خمستاشر سبب وإيعملهم سببين حاضر عليكم لكن لو إعملهم عشرة مش عليكم